كلمات محب تهدينا درراً من خير الأقوال وقطوف شتى نقطفها نتبعها حسن الأفعال في عصر متسارع الإيقاع صباته العلمة بحضورها الطاغي وسطوتها القوية نحتاج إلى اتكاءة ومتنفس من طول السفر والمسير لنلتقط أنفاسنا وننظم خطواتنا ونخلو إلى أنفسنا عقول وقادة وطاقات متجددة ركيزة من ركائز البناء ومعول من معاول العطاء إنهم يمثلون زهرة العمر وريعانة والحياة بكل نظارتها وبهائها يملؤونها نشاطاً وحيوية ويمنحونها ألقاً وصفاءة والدول التي تعنى بشبابها وتفرد لهم مساحات الإبداع والابتكار هي الدول التي تسود الأمم والشعوب وتتقدم ركب النهضة والحضارة كلمات من محب دعوة إلى لقاء حافل بالجديد والمفيد نستشرف غداً واعداً ومستقبلاً ملؤه الأمل والتفاؤل الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأني وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله الداعي إلى رضوانه وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنسمع كثير من الناس وخاصة الشباب الواحد يقول ليك البيني وبين فلان انتهر وتاني لحد يوم الدين يده ويده ما بتلاقه وهذه تعرف الشريعة الإسلامية بالخصومة ونبينا صلى الله عليه وسلم نهان عن الخصومة وعن الفجر في الخصومة واسمعوا معي إلى هذا الأثر العظيم الذي أورده الإمام المنذري ورحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا أهل الفضل إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا أهل الفضل قال فيقوم أناس من الناس يريدون الجنة فتتلقاهم الملائكة فتقول لهم أين إلى أين فيقولون إلى الجنة فتقول لهم الملائكة أقبل الحساب أنتم داخلين الجنة قبل الحساب فيقولون نعم فتقول لهم الملائكة من أنتم طيب أنتم المدخش في الجنة قبل الحساب قبل ما يحاسب الناس من أنتم فيقولون نحن أهل الفضل نحن أهل الفضل فتقول لهم الملائكة وما فضلكم فيقولون كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا أسيئ إلينا عفونا فتقول لهم الملائكة فنعم أجر العاملين ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين يا سلام إخواننا الشاهد من هذا الأثر العظيم ومن هذا الحديث العظيم أن الإنسان بسبب حلمه وعفوه عن الناس يسمى من أهل الفضل هؤلاء القوم أو هؤلاء الناس قالوا نحن أهل الفضل كنا إذا جهل علينا واحد أخطأ في حقه جهل عليه كنا إذا جهل علينا حلمنا كضمنا الغيظ فدخلوا في صفات المتقين الذين أعد الله جل وعلا لهم جنات النعيم قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إخواننا كضم الغيظ أو أنك تحلم على من جهل إليك يعني زول اتكلم فيه ونبذك وقدامك وعملك أي حاجة وإنت قادر ترد له واتكن له الصعب صعين لكن قلت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تمثلت بقول الله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا أسيئ إلينا عفونا فقالت لهم الملائكة ادخلوا الجنة إذن ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين الله يخواننا الخصومة نهانا عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما تخاصم لكزول قريبك ولا صديقك ولا جارك إياك أن تخاصم أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدى الخصومة هي واحدة من النفاق علامة من علامات النفاق يعني الذي عنده فجور في الخصومة يخاصم يقاطع الناس الزلدة كبير ولا صغير رجل ولا امرأة فيه علامة من علامات النفاق حتى يترك هذه الخصومة قال عليه الصلاة السلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها وذكر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإذا خاصم فجر في ناس عندهم فجور في الخصومة يا أخي أعفو عن من ظلمك يا أخي يا أخي أقضم الغيظ الله جل وعلا قال والكاضي من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفى وأصلح فأجره على الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحول ما شاء حتى يخيره من الحول العين ما شاء يا سلام يا سلام يا أخي دائما نزل الجهل في حقك احلم عنه أخطى في حقك اعفو عنه إياك والخصومة سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إياكم والخصومة فإنها تنبت النفاق في القلب ويقول الأحنف علي ابن طالب يقول إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين لحول ولا قوة إلا بالله تنزع البركة من الدين يكون بعدما عندك دين خلاص أو دينك بيكون ما فيه بركة إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين ويقول الأحنف ابن قيس رحمه الله قال إياكم الخصومة فإنها تنبت النفاق في القلب يعني فيه ناس عنده خصومة إذا خاصمك تاني مستحيل يعفو عنك يا أخي تجي ليه يا فلان يا أخي ما عليش وأنا آسف يقول لك لا نهائيا نازل هوي والله تاني ما فيه شيء بل مني بك لا فيه فرح ولا كره العيد يجي وهو على خصومته العيد التاني يجي وهو على خصومته يحصل له فرح تجيه وهو على خصومته ياخي دي اسم الفجور في الخصومة لا حول ولا قوة إلا بالله نهان نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخصومة وجعلها علامة من علامات النفاق ياخي أعرف عن من ظلمك نبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله إنتم عارفين يا أخوانا ليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الخصومة وعن الفجور في الخصومة لأنها سبب للتحاسد والتباغض النبي عليه الصلاة والسلام نهان عن ذلك قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه يبقى إياك أن تحمل في قلبك شيء لأحد من الناس أيزوا الأخطى في حقك يخي أعف عنه لوجه الله سبحانه وتعالى إياك أن تفجر في الخصومة فإنها تمحق الدين وإنها تمحق وإنها تنبت النفاق في القلب وإنها تمحق الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا إنه ولي ذلك والقادر عليك وصلي ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما كانت إلا كلمات من محب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته